اهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نتابع فيها اليوم في المصدر انلاين انذار لخطباء مساجد في محافظة يمنية لمغادرتهم مجموعة في واتساب وفي العربية الجديدة البنك الدولي يبشر اليمن بعوائد اقتصادية كبيرة إذا تحقق السلام أرتساند كوليكشنز عرضوا قصص الأطفال اليمنين الذين نشأوا خلال الحرب بمعرجان دولية منذ ثلاثين عاما وهو ينادي عليهم بأن يشتروا منه حتى أصبح صوتا مألوفا لمعظم أحياء تعز نجيب الكمالي أعد تقريرا عن أشهر بائع بطاط في تعز عنون الكمالي تقريره المنشور في موقع خيوط حيدر بايع البطاط المتجول وفقا للتقرير فقد أصبح اسمه ماركتا تجارية مسجلة وجزءا أصيلا من الذاكرة الشعبية في المدينة المحاصرة بصوته المتميز وعباراته الشهيرة التي يطلقها بعفوية الرفي البسيط لتسويق بضاعته منذ الصباح الباكر في أحياء المدينة حجز موقعا في قلوب الناس قبل ألسنتهم التي أدمن التذوق ما يقدم لهم من أنواع شعبية ساخنة وشهية حيدر ليس اسمه الحقيقي وإنما اسمه الحقيقي هو أمين محمد سعيد مثنى غادر أمين قريته في ريفي مديرة شرعب السلام عزلة يفوع التابعة إدارية لمحافظة تعز وهو في العاشرة من عمره ليسقر بالحال في قلب مدينة تعز منتصف ثمانينيات القرن الماضي ومنذ تلك اللحظة حكايته الطويلة المطرعة بالدهشة مع المدينة وساكنيها وجد حيدر في بيع البطاطا المسلوقة والعطر أنسب المهن الملائمة لطفل في مثل عمره وطأت قدماه المدينة لأول مرة عند السابعة صباحا يدشن حيدر جولته في أزقة وحوار المدينة ورغم شداد وطيرة الحرب التي دارت في المدينة ومحيطها فقد رفض خيار النزوح وظل متشبثا بالمدينة وروحها كما ظل صوته يؤنس وحشة المدينة ويصل إلى جبهات القتال التي يصل إلى قربها عن مدينة عدن وتنوعها كتب حسن عبدالوارث مقاله المنشور في موقع بلقيس وجافية عدن مدينة قديمة قدم التاريخ رابضة بين البحر الذي همدها ياجانه والجبل الذي خمد بركانه في سفرها التليد تترقص الأساطير وتتزحم الحكايات وقد تنوعت أعراق ساكنيها وأجناسهم وأديانهم إذ سطرت كتابها شعوب شتى قدمت إلى ضفافها من وراء البحار في غزوات عسكرية أو استكشافات علمية أو رحلات تجارية أو زيارات سياحية فاستقر بعضهم فيها ردحا طويلا من الزمن فيما غادرها آخرون بعد علاقة عابرة غير أنها طبعت هؤلاء وأولئك بشيء حميمي من هويتها الخاصة في وعيهم والوجدان ومن بين هؤلاء كان الشعراء والأدباء والمؤرخون من الرحالة والمتوطنين على السواء وفي سيرتهم معها نتجت نصوص إبداعية وكنوز معرفية ازدانت بها الذاكرة قبل المكتبات وحضرت في النصوص المقدسة قبل اعتمالها في النفوس الشاعرة فقد كانت عدن ملهمة الكثيرين من أهل الأدب من عرب وعجم ممن نزلوا في حياضها وأنسوا إلى ناسها واستقروا على ضفاف خليجها وتعاطوا معها صحون الصحبة وكؤوس المحبة ودفاتر الأيام ومثلما قبعت عدن في أقصى يسار جزيرة العرب فإن قدر هذا تزمن كان أن تحتل هذا الموقع اليساري القصي أيضاً من الخارطة الجغرافية إلى الخارطة السياسية فكانت قبلة لحلم الفقراء في جنة على الأرض تضللها العدالة والكفاية والمساواة لكن الحلم استحال سراباً ذات زمن ويمن لاحقين غير أن عدن الحلم ثم عدن السراب آلت إلى عدن اليباب بعد أن ترامت على منكبيها قبور الضحايا في حروب الهباء اللعين وكأن لعنة قدرية قد حلت بهذه المدينة التي كانت ذات يوم مربضاً لخيل الخير ومدماكاً لخيمة الشعر وشاطئاً ذهبياً رمال تتوسده نوارس العاشقين قال البنك الدولي في تقرير جديد نشره يوم الثلاثة إن تواصل اليمنيين إلى اتفاق سلام دائم في بلادهم سيأتي بعوائد اقتصادية كبيرة وسيصم في نمو الاقتصاد الذي تراجع خمسين في المئة بسبب الحرب وفقاً لما جاء في تقرير للعربي الجديد بعنوان البنك الدولي يوشر اليمن بعوائد اقتصادية كبيرة إذا تحقق السلام وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان المستقبل بارقة أمل في عوقات قاتمة أنه إذا جرت توصول إلى اتفاق سلام دائم في اليمن فقد يكون ذلك إذاناً بعوائد سلام كبيرة لأبنائه وتتمثل بزيادة تصل إلى ست نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمسة القادمة مقارنة بالوضع الرهل وبشر التقرير اليمنيين بأن السلام سيصاحبه نمو كبير في حجم الاستدمارات العامة والخاصة ومعدلات التوظيف والإنتاجية ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد سيكون من الضروري أيضاً أن تصاحب هذه الزيادة مساعدات من المانحين الخارجيين على نطاق واسع وأشار التقرير التابع البنك الدولي لأن اتفاق السلام وحده لن ينهض باقتصاد اليمن وأنه لا بد من توفر العديد من العوامل ومنها إعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد ووجود قطاع خاص قادر على الاستمرار أنذر مدير مكتب الأوقاف في أحد المحافظات اليمنية الأئمة الذين غادروا مجموعة المكتب على تطبيق الواتساب محذراً إياهم من ما وصفه بالتمرد والخروج على ولي الأمر وفق ما جاء في المنظر أونلاين وجاء في مذكرة وجهها مدير مكتب الأوقاف في شبوى محسن محمد حسين للآئمة والخطباء وتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جميع الآئمة والخطباء الذين خرجوا عن مجموعة الأوقاف والإرشاد سواء بمديرة عطق أو بيحان وأسماؤهم مدونة عندنا كل بإسمه وينقل الموقع عن مدير الأوقاف أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا سمع والطاعة لولاة الأمر وطاعتهم من طاعة الله وضف أيضاً ما فعلتموه من خروج وتمرد لا يليق بعوام المسلمين فكيف بالمنتسبين للعلم وعلى هذا فإننا نوجه لكم هذا الإنذار من المعاودة لمثل هذا الفعل ولقيت المذكرة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن وتعليقاً على ذلك قال الصحفي عبدالله باراس من سيخرج من مجموعة سماحته متمرد خارجي والخوارج ورجب عليهم الحد اليمن مجال عام مصادر وخطاب مأزوم تحت هذا العنوان كتبت بشر المقطري مقالها المنشور في العرب الجديدة أسهمت حالة الحرب والانقسام السياسي والجغرافي في تكريس تمايزات محلية على مستوى الأولويات المجتمعية والتحديات الاقتصادية والإنسانية وكذلك الخطاب المحلي ودائرة التأثير وحدودها إذ إن التمايز الناشئ عن سيطرة سلطات الحرب أنتج واقعاً يختلف من منطقة يمنية إلى أخرى من ارتدادات السياسة السلطات على المجتمع إلى البنى المدنية الفاعلة وأشكال تفاعلها بحيث أدى ذلك إلى تباين المجال العام وحدوده وقنوته وعلى المجتمع المحلي وطريقة تفاعله مع سلطات الحرب كما أن اختلاف أدوات السلطة بما في ذلك هويتها السياسية والطائفية والمناطقية واشتغالاتها أدى إلى تمايز في الحالة المجتمعية نهيك عن القيود على النشاط المجتمعي والمطلبي كما أن اختلاف النظام الاقتصادي بما في ذلك العملة المحلية أن تجواقعاً متمايزاً من حيث التحديات الاقتصادية والإنسانية ومن ثم اختلاف المطالب المعيشية للمواطنين وانعكس ذلك على نوعية الخطاب المحلي ومضامينه يضاف إلى ذلك وهو الأخطر أن هذا الوضع أوجد أيضاً تمايزاً في دائرة التأثير المجتمعي ومن ذم السياسي وقبلها المطلبي والمطلومية وشبكات المناصرة وتفاعلاتها بحيث انحصر الخطاب الذي تنتجه النخب المحلية في أطر شبكاته الاجتماعية وجعل التفاعل في القضايا المطلبية في حدود ضيقة يخطع لتحيزات وتفضيلات القوى والنخب المهيمنة واشتغالاتها ومن ثم حرم هذا الوضع الكارثي اليمنيين في النهاية من بلورة مشترك وطني على المستوى المطلبي وأعاقهم من إيجاد قنوات ضغط قادرة على التأثير على سلطات الحرب لانتزاع حقوقهم إلى جانب تقليص حدود التضامن الإنساني في القضايا المطلبية كما جعل قمع سلطات الحرب أي صوت يتبنم الطالب المجتمع حالة هامشية ومن ثم معزولة في بيئتها المحلية ينظم متحف بروكلين للأطفال معرضا في الولايات المتحدة ستعرض فيه أعمال فنية لفنانين يمنيين تتراوح أعمارهم من السابعة وتسعة عشر عاما ممن عانوا وإلات الحروب في اليمن منذ عام 2015 وفقا لمجلة أرتسان كوليكشن المعرض يفتتح في السابع عشر من يوليو المقبل وتعرض فيه قصص الأطفال والمراهقين اليمنيين الذين نشأوا خلال سنوات الحرب ووثقوا رواياتهم كشهود على الحرب والصراعات اليومية التي عانوها والعقوبات التي واجهوها وذلك من خلال ستين عملا فنيا متنوعا وقال تقرير المجلة الذي ترجم لصالح الموقع بوست المعرض سيسلط الضوء على الجانب الجمالي لتراث اليمني الفريد من خلال عرض صور الفنانين وهم يرتدون أزياء تقليدية تمثل محافظات اليمن المختلفة بما في ذلك جزيرة سقطرة الشهيرة ويهدف المعرض لخلق تجربة فريدة من نوعها للجماهير المتنوعة من خلال إشراك جميع حواسهم عبر الفن البصري والصوت لتعريفهم بالحضارة القديمة ويأتي تنظيم المعرض بتنسيق الفنانة اليمنية الأمريكية سحر حسن اللوذعي ويجيب المعرض عن سؤال هل تراني؟ هل ترى ألمي وأحلامي وتفردي؟ ربما لم تتح لهم الفرصة للتحدث عن ذلك لكن فنهم وثق كل شيء بصدق في هذا المعرض دعوة للقراءة تحت هذا العنوان كتب سومر شحادة مقاله في العربي الجديد مضيفا فيها القراءة حدث لا في كونها تقتضي جلوسا أمام الكتاب في المكتبة أو في البيت بالوسائط المختلفة للقراءة ولا في كونها تقتضي أن يقتطع المرء من وقته كي يقرأ ولا لشبهها بلقاء صديق مع ما في اللقاء من طقوس أقول صديق لأن القراءة حديث باتجاهي أحدهما من الكتاب الذي يقول إلى القارئ الذي يسخي والآخر هو التأويل أقصد ما يراه القارئ في الكتاب القراءة حدث لاعتبارات كثيرة لكن أخص بهذا التوصيف ما ينتمي إلى العالم الداخلي للمرء إلى الإدراك إذ كثيرا ما تصنع الكتب جانبا من شخصية قرئها غالبا ما يبدأ المرء القراءة من محيطه من مكتبة المنزل من نصيحة أستاذه في المدرسة أو أحد إخوته بشكل أو بآخر يبدأ المرء قراءته من محيطه ومن مرجعياته الاجتماعية التي يكون محظوظا إن كانت مرجعيات تصنع أفقا إنسانيا في المخيلة وتنميها نحو الآخر لاستغلاقا أو عودة إلى الذات أو نكوصا ثم لاحقا تصبح مرجعيات الآخرين مرجعيات القارئ نفسه إنه يريثها وقد يواصل قراءاته بناء على مرجعيات الآخرين التي تبنها في مرحلة ما من حياته ويستمر الحال إلى أن يقع على نصوص فارقة تعيد ترتيب قراءاته ونسج وعيه وما يجعل نصا ما نصا فارقا ليس فقط الجماليات بل تلك النوعية التي تستهدف الوعي بصورة مباشرة لا تخلو من أسلوب خاص الآن إلى موضوع مختلف تماما قالت مجموعة لحماية الكائنات البحرية إن حوتا أبيض كانت تحوم حوله الشكوك إن روسيا تستخدمه لتجسس تمت رؤيته قرب سواحل السويد موقع البي بي سي قال إن الحوت الذي يعرف محليا باسم هافالديمير كان يعيش قرب سواحل النرويج منذ عام 2019 مع وجود أنشطة روسية مثبتة فوق ظهره وقضى الحوت أعواما يعوم قبالة سواحل النرويج وقالت منظمة وان ويل المراقبة الحياة البحرية إنه لا يعرف سبب محدد وراء انتقال الحوت باتجاه سواحل السويد جنوبا وظهر الحوت المروض لأول مرة قبل أربع سنوات عندما اقترب من زورق نرويجي قرب جزيرة إنغويا التي تبعد نحو 415 كم من مقر الأسطول العسكري الشمالي الروسية وعندما شهد للمرة الأولى كانت هناك انشطة على ظهره مثبت بها كاميرا للتصوير سواء فوق أو تحت الماء وعليها لاصق يؤكد أنها معدات مملوكة لسانت بوترسبورك وفي عقاب ذلك جرى استقصاء الأمر من قبل الاستخبارات النرويجية التي أخبرت بي بي سي لاحقا أن الحوت في الغالب مدرب بواسطة الجيش الروسي ومن يومها يعرف الحوت في المنطقة باسم هافا ديمير وهي الكلمة النرويجية التي تعني حوت فلاديمير كناية عن فلاديمير بوتن الرئيس الروسي ومن جانبها لم تعلق روسيا أبدا على أن هافا ديمير قد خضع للتدريب من جانبها كما أنكرت وجود أي برامج عسكرية لديها لتدريب الثديات البحرية الآن إليكم مجموعة من الصور المنوعة حول العالم اختارها محرر صحيفة الجارديان البريطانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشاهد أيضا مجموعة من رسوم الكاريكاتير التي تناولت قضايا مختلفة حول العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة